بلغ العلا بلغ العلا بكماله كشف الدجاء بجماله حسنت جميع خصاله عسنت جميع خصاله صلوا عليه واليه جز الله خيرا آل بيت محمد فقد أخرجونا من تجى الظلمات عليهم من الرحمن ألف تحية وألف سلام دائم وصلاة إذا ذكروا طاب الأجود بذكرهم ألا طيب الأنفاس بالصلوات يا علي يا علي بسمك يمير النحل صوت القلب يا علي بيك عرفت كل أمر أصبح إلي يا علي يا علي لو عبد لو مش بدر بالهداية وللدرب لو عبد لو عاش ما عاش آلاف وعبد ما عبد لو صلى لو صام وزكى والرب عبد ما يفيد من غير حبك يا علي يا علي صلوات أسعد الله أيامنا وأيامكم ونرفع أسماء آيات التهاني والتبريك لجناب المولى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بهذه الأيام خصوصا يوم فتح خيبر الذي كما أنه كان أشد يوم سرورا على قلبه كان أشد يوم صعوبة أيضا عليه بحيث روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه ما مر بالنبي صلى الله عليه وآله يوم كان أشد عليه من يوم خيبر وذلك أن العرب تباغت عليه وبلغ جمع جيش خيبر كما تقول الروايات أربعة عشر ألف وكان لابد من النبي أن يفتح خيبر وذلك لأن لفتح خيبر ثمارا كثيرا ومن هذه الثمار أن بعد فتح خيبر يبعث اليأس في قلوب الجموع المناوئة للمسلمين بحيث أن الناس ومن كان يحيطون بالنبي الأعظم من يهود وغيرهم كانوا لم يريدوا أن يتركوا النبي أو لم يتركوا النبي وحاله أن يبلغ وأن ينشر الرسالة بل دبروا له المكائد فإذا فتح حصن خيبر الذي كان له سبعة أبواب أو ثمانية أبواب إذا فتح هذا الحصن فبعثت في نفوسهم أو في قلوبهم أو بعث في قلوبهم من ضعف المسلمين وأيقنوا أن المسلمين لهم قوة ولهم كيان ولهم وجود في منطقة الجزيرة العربية الأمر الثاني الذي يعتبر من ثمار فتح خيبر هو اقتناع قريش بأن عليها أن تحرص على الحفاظ على بنود معاهدة التي جرت في صلح الحديبية والتي من بنودها كانت أن يأمن المسلمين الحرب لمدة عشر سنوات نلاحظ أمورا مشتركة بين هذه الأهداف أن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن ينزع كل حائل بين الناس وبين الوصول إلى الهداية فإذا حافظ اليهود وغيرهم على بنود صلح الحديبية ويأمن المسلمون لعشر سنوات بدون حمل سلاح وبدون حروب كان ذلك أسلم لهم وأوفق لمسألة استقبال الرسالة واستقبال العلم وخصوصا بعد تضاعف قوة المسلمين وتضاعف امتلاكهم للسلاح الهدف الثالث بعد فتح خيبر يصبح الأمر أمكن للمسلمين أن يستحصلوا على المعرفة وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن ينتزع هذه الثلة التي شكلت عائقا بين الناس وبين الهداية وهذا أمر جدا مهم حتى بالنسبة لنا بعضنا يقوم بمثل هذه الأدوار يحول بين شخص وبين الهداية من خلال الابتعاد عن الأمر بالمعروف النهي عن المنكر من خلال مثلا عندما يقول النبي ويل لأطفال أمة من آبائهم قيل له يا رسول الله من آبائهم الكافرين قال لا من آبائهم المؤمنين لأنهم لا يعلمون أطفالهم الأحكام ويمنعونهم من أن يتعلموها فكان الخطر الأعظم الذي شكله اليهود في ذلك الوقت أنهم منعوا وصول الهداية عن الكثير من الناس وبالتالي الهدف الرئيسي من قيام النبي صلى الله عليه وآله بفتح خيبر هو لإيصال الهداية ليس لمنصب سياسي ولا لموقعية سياسية ولا لمكانة بين الناس إنما الهدف الأوحد كان هو إيصال الرسالة والهداية للناس وهذا الذي قد يعطي العذر للمعصوم في مثل هذه المعارك ولا يعطي العذر لغيره لأن غيره يغزو ويفتح من أجل سياسة ومن أجل مآرب دنيوية كما هو الحال ونحن في أيام أيضا شهادة الإمام الكاظم على مقربة نرى أن الذين صوروا الإسلام للعالم مثلا إذا أردت أن تأخذ صورة الإسلام من بعض المثقفين كابن خلدون في مقدمته لا يتذكر أو لا يستذكر حكومة أمير المؤمنين أو حياة الإمام زين العابدين بل يأخذون مثلا العصر الذهبي المتمثل بهارون الرشيد ليش؟ لأنه كان يحج سنة ويغزو سنة فمسألة الغزو عنده صورت الإسلام بطريقة إلا أن المستشرقين المنصفين ابتعدوا عن هذه النماذج وهذه الشخصيات وكتبوا كتبا في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في هذه المناسبة يظهر مقام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بشكل جلي فكما يذكر سعيد بن جبير عن ابن عباس هذا الخبر على وجه آخر مسألة حديث الراية قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله أبا بكر إلى خيبر فرجع وقد انهزم وانهزم الناس معه وفي اليوم الثاني أرسل النبي عمر بن الخطاب مسألة إلى بعركة خيبر وقد رجع وقد جرح في رجليه وانهزم الناس معه فهو يجبن الناس والناس يجبنونه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله والله لأعطينا الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرار غير فرار ليس بفرار ولا يرجح حتى يفتح الله عليه وقد فتح الله عليه هذه مسألة حديث الراية البعض يحجمها على أنها مسألة حب فقط حب الله لأمير المؤمنين كحبه لبقية العباد وكحبه لبقية المهاجرين إلا أن لهذه الفضيلة من الفضائل معناً أعمق وقد ظهر هذا المعنى الذي يبين أفضلية أمير المؤمنين في خلافة رسول الله وأفضليته على سائر الأصحاب وعلى سائر المسلمين في ذلك الآن صلوا على محمد وآل محمد عندما نقرأ بالتاريخ نأتي إلى زمن الإمام الباقر إلى حادثة أغلبكم قد سمع بها وخصوصاً أننا تحدثنا فيها في مولد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إذن البعض قد يقول هذه أحاديث الفضال تبين فقط مقام أمير المؤمنين الذي قد يقارن بينه وبين مقام بقية الصحابة إلا أن خصوص هذه الحادثة تعزز عقيدة الإنسان المؤمن بالإمامة وبخلافة أمير المؤمنين بشكل غير مباشر عبد الله بن نافع الأزرق اسم معروف هذا الرجل كان يمشي في الأسواق ويتحدى الناس قال من الذي يجادلني على أن علي قد أحدث كفراً بعد الإيمان في قتاله للخوارج في معركة النهروان وقال حدثوني بمن يجادلني حتى أن تطي حصاني أو ناقتي وأذهب إله وأجادله فقالوا له أين أنت عن أبناء علي وقال فهل في أبنائه عالم قالوا له هذا أول جهلك قال له ولد اسمه محمد بن علي الباقر ركب إله وجده في لمة من أصحابه فقال الإمام ما لي وهذا الذي يتبرأ مني ومن أبي فقال له أبو بصير هذا يدعي كات وكات فقال له الإمام عد إلي يوم غد حتى أجاد لك جاء عبد الله بن نافع الأزرق في اليوم التالي والإمام الباقر في لمة من أصحابه وقد استدعاهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال لهم أن يقوم كل واحد منهم وأن يذكر منقبة من مناقب علي هذا عبد الله بن نافع عندما ذكر الأنصار مناقب أمير المؤمنين قال للإمام أنا أروى منهم لهذه المناقب وأعلم منهم بهذه المناقب فسمع مناقب أمير المؤمنين من رسول الله ومن غيره ولكن لا زالت عقيدته فاسدة ثم قام أحدهم وقال هذه الرواية أن رسول الله قال لا أعطينا الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فقال له ما رأيك بهذا الحديث قال أنا أؤمن بهذا الحديث إلا أنني أقول أن عليا أحدث الكفر بعد الإيمان فقال له الإمام ثكلتك أمك هل قال النبي ذلك والله أن الله يحب أمير المؤمنين والله تبارك وتعالى عندما أحب أمير المؤمنين هل أحب أمير المؤمنين لأنه مؤمن أو هو كافر قال لا أحب أمير المؤمنين لأنه مؤمن هذا طبعا مضمون الحديث فقال هل أحبه حين أعفوا قال له هل أحب الله أمير المؤمنين وهو يعلم أنه يقاتل أهل النهروان أم لا يعلم إن قلت أنه لا يعلم فقد كفرت قال لا بل علم الله أنه كان سيقاتل أهل النهروان قال إذن هل أحبه الله على علمه بأنه سيقاتل أهل النهروان على أنها طاعة أم هي معصية فقال له لا هي طاعة قال له إذن قم مخصوما فقد خصمتك في جدالك هذا فقال عبد الله بالنافع الله أعلم حيث يجعل رسالته فهذه المسألة مسألة حديث الراية ليس مجرد مسألة حب الله لأحد عباده بل إظهارهم لتقديمه وكفاءته لخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله محمد حادثة بسيطة زامنت مسألة فتح خيبر نستقي منها درسا في هذه الليلة ونختم بعد الصلاة على محمد وآل محمد رسول الله صلى الله عليه وآله قبل مسيره إلى خيبر كان قد أرسل عمر بن أمية الضمر إلى النجاشي نجاشي ملك الحبشة وكان قد أرسل إليه جعفر الطيار أولئك الذين هاجروا بسفينة إلى الحبشة وكانوا يدعون النجاشي إلى الإسلام فأرسل عمر بن أمية الضمر إلى النجاشي عظيم الحبشة وطلب منه أن يحمل جعفرا وأصحابه معه فجهز النجاشي جعفرا وأصحابه بجهاز حسن وأولاهم بكسوة وحملهم في سفينتين وكانوا ستة عشر نفرا نعم عندما قدم الحدث الذي زامن فتح خيبر بعد أن فتح الله خيبرا على يد أمير المؤمنين قدم جعفر بن أبي طالب عليه السلام من الحبشة بعث رسول الله صلى الله عليه وآله مولاه أبا رافع يتلقاه ولما رأى النبي جعفرا وقد قدم إله استقبله بإثنتين عشر خطوة قام النبي وقدم إلى جعفر واستقبله بإثنتين عشر خطوة ضمه النبي صلى الله عليه وآله إلى صدره وقبل ما بين عيناه وقال لا أدري بأيهما أنا أشد فرحا أو أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ولهذا الأمر سر هل فرح النبي لأن جعفر عاد وقد ظفر بتوصيل الرسالة أم هم فرح النبي أن جعفر هو ابن عمه وقد قدم عليه أنه من عائلته لماذا فرح النبي بقدوم جعفر إنما تدل الروايات على فرح النبي وقد واز النبي الأعظم مع أن يوم خيبر كان أشد الأيام كما روى الإمام الصادق على النبي وقد كلفهم ذلك الدماء وقد كلفهم ذلك الكثير ها واز النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بين دماء الشهداء التي سالت وبين الجهود التي أنفقت في مسألة فتح خيبر وقال بأن الله نسب الفتح إلى الله على يد أمير المؤمنين إلا أن المغرضين قد في تارة يحذفون أن الرسول الله قال فتح الله على يد أخيك وتارة أخرى يحذفون على يد أخيك فبغضا لأمير المؤمنين فكل هذه الشهود وازاها النبي الأعظم بقدوم جعفر بن أبي طالب لا لأنه ابن عمه ولا لأنه عاد بالظفر من الحبشة بل لمقامه أمام الله تبارك وتعالى ففرح النبي بوجود إنسان مقرب من الله مطيع لله مؤمن يوازي عنده الفرح بفتح خيبر وإذا أردنا أن نربط علاقتنا بهذا الأمر نحن نستذكر مقام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ونعلم أن فرحه بوجود إنسان عمل على نفسه وتقدم في مسائل دينه وتقواه حتى يصبح في مرتبة راقية من القرب لله تبارك وتعالى فيفرح الإمام به أكثر مما أو كما فرح النبي بفتح خيبر عظم هذه المناسبة مع أظهارها لمقام أمير المؤمنين ويقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أنا لا أدري أنا أشد فرحا بفتح خيبر أم بقدومك يا جعفر ثم قال له يا جعفر يا أخ ألا أحبوك ألا أعطيك ألا أصطفيك لماذا يعطي جعفر لمقامه أمام عين الله فظن الناس أنه يعطي جعفرا عظيما من المال وذلك لما فتح الله على نبيه خيبر وغنمه أرضها وأموالها وأهلها فقال جعفر بلى فداك أبي وأمي فعلمه صلاة التسبيح وهي المعروفة بصلاة جعفر الطيار نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل فرج صاحب العصر والزمان وأن يفتح له بمعيتنا ونحن موجودين تحت رايته المعظمان ما تم أنس المحفل إلا بذكرك يا ما ذاق ثغري طعم نبض كان أحلام أنا إن شكوت الهم زال الهم باسمك يا وإذا غزتني النائبات هزمتها بك يا أنا لست أملك للإله وسيلة إلا أنا لست أملك للإله وسيلة إلا أنا ما عرفت الله إلا مذ عرفتك يا ما اللؤلو المكنون عند دموع عينك يا ما المسك إن حمل النسيم عبير ثغرك يا ما الطل إن عرقت جبينك حب در يا ما الشمس إلا شذرتان من نور وجهك يا ما الكون إلا عبد عينك إن أشارت يا ما قام دين الله لولاذ الفقارك يا من أدب الأملاك والروح الأمين سوا من هز خيبر مذدحى بابا بها إلا من في الوراء رد الذكاء له مرارا يا من ذا تصدق راكعا دون الأنام سوا آبا تراب إن آدم من تراب يا إنا رضيناك الخليفة بعد طاغا يا صرنا الروافض مذرفضنا حب غيرك يا عابوا علينا قولنا في كل شيء يا لم يجهلوا أن الإله يريد ذكرك يا حتى النبي محمد مضاق نادا يا مهما أقول فعاجز عن وصف حسنك يا أي البيان يبين سر حروف اسمك يا فالعين عين السر سر الذات ذاتك يا واللام لن في لن تراني ذاك شأنك يا واليا يد الله المفيضة بالعطايا يا مفتاح باب إجابة الدعوات ندبت يا سنظل حتى آخر الأنفاس نهتف يا علي صلوات أسعد الله يا آمنا وإيامكم نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل فرصاحب العصر والزمان وأن يقضي حوائجنا بجاه أمير المؤمنين حوائج الحاضرين والحاضرات وأن يشافي جميع المرضى صلوا على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة